لما نجي نروح للي كنا بنتكلم فيه اللي هو التريد مارك بتاع لامين يامال هنلاقي ان السنة اللي فاتت لامين يامال كان بيلعب منتخف فرنسا في نص نهائي يورو تحت 17 سنة احنا جايبين الهدف اللي سجله سجل نفس الهدف اللي سجله في مرمى منتخف فرنسا في يورو الكبار السنة ده الهدف لما نجيبه من الاول تاني مصاد فرنسا تحت 17 سنة في اليورو هتجي تبص هو نفس الجنة هتحس انت شوفته لامين يامال بياخده الكورة بيقطه منه جوه ويسدد في البعيدة ما فيش فرصة الحارس انه يصد الكورة دي نروح للسنة دي بعد ما عد حوالي 9 شهور بيلعب مع المنتخب الاول نقلة كبيرة من تحت 17 سنة المنتخب الاول فيسجل نفس الهدف ده في منتخب فرنسا في وقت فرنسا كان بتتقدم فيه هتبدأ تدايق المطش على اسبانيا لامين يامال اللي يرجع اسبانيا للبطولة تاني ويقدر يقود منتخب اسبانيا انه هو يكمل في البطولة ويبقى هو نجم البطولة الاول بالنسبة لي وهو زي ما قلت كده اختراع انا ما شفتش لعيب وعنده 16 سنة و 17 سنة بيعمل اللي بيعمله لامين يامال بالسبات والشخصية والتأثير اللي هو بيعمله ده بصحة